اهلا بكم اعلن التحالف العربي عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على اهداف عسكرية مشروعة في صنعاء واكد التحالف العربي في هذا السياق اعتراض وتدمير طائرات مسيرة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة واضاف التحالف ان العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين وفي وقت سابق نفذ التحالف العربي احدى وثلاثين عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة انتزع مشروع مسام اكثر من الف لغم خلال الاسبوع الاول من شهر مارس الفين واثنين وعشرين زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات وذكر المركز في بيان الله ان عدد الالغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الان بلغ ثلاثمائة وثلاثة وعشرين الفا وثمانمائة وخمسة وسبعين لغما زرعت الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات وذلك لحصد المزيد من الضحايا الابرياء من الاطفال والنساء وكبار السن وصلت المبعوث الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين انجلينا جولي الى العاصمة عدا للقاء المتضررين من الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي منذ نحو سبعة اعوام وفي وقت سابق اعلنت المفوضية في بيان لها بان المبعوث الخاصة للمفوضية انجلينا جولي ستساعد خلال زيارتها في لفت الانتباه الى العواقب الكارثية للحرب المستمرة على الشعب اليمني وقال البيان ان جولي ستزور العائلات اليمنية بما في ذلك العائلات النازحة واللاجئين تشهد مدينة صنعاء غليانا شعبيا واسعا يطالب برحيل ميليشيات الحوثي الارهابية وانهاء تواجدها حيث شهدت المدينة انتشارا واسعا لكتابات في الشوارع تطالب برحيل الميليشيات بعد تفاقم الوضاع المعيشية الصعبة مصادر محلية قالت ان الميليشيات قامت بنشر وحداتها الامنية والعناصر الاستخباراتية في احياء صنعاء وذلك الاخماد اي انتفاضة شعبية من شأنها التعبير عن رفض لسلطتها الانقلابية غير المعترف بها واسقاط حكمها الاستبدادي واضحت المصادر ان الميليشيات قامت بطمس العبارات المنددة بسياسة الاضطهاد والتركيع التي تمارسها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها اقيم بمدينة المكلة حفل تخرج الدورة الانعاشية الخامسة لمنتسب جهاز الامن والشرطة بساحة لحضر موت الخرجون قدموا خلال الحفل عرضا عسكريا عكسوا فيه ما تلقوهم من مهارات وتدريبات عسكرية وفي ختام الحفل جرى تكريم المتميزين من افراد الدفعة كما جرى منح درع تكريمي وفاء وتقديرا للاشقاء في دولة الامارات نظير ما قدموه للقطاع الامني والشرطي ختموا هذا الموجز وشكرا لكم لكرم المتابعة